هذا وأكد رئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار مصر في جهودها للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وخلال كلمتها أمام القمة العربية الثانية والثلاثين قال الرئيس السيسي إن استمرار الأزمة في السودان ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة مضيفا أن مصر ستفذل الجهد لدعم العمل العربي ودعم مسيرة التنمية بسم الله الرحمن الرحيم أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للملاكة العربية السعودية الشقيقة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية الشقيقة معالي السيد أحمد أبو الغير أمين عام جامعة الدول العربية السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية أتوجه بالشكر لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود رئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة كما أود أن أعرب عن خالص التقدير للجهود المخلصة التي بزلها أخي فخامة رئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الدموقراطية الشعبية الشقيقة في سبيل دعم العمل العربي المشترك خلال ترأس الجزائر للقمة العربية الأخوة الأعزاء لقد مرت منطقتنا خلال السنوات الأخيرة بظروف استثنائية قاسية هدلت على نحو غير مسبوك أمن وسلامة شعوبنا العربية وأثارت في نفوس ملايين العرب القلق الشديد على الحاضر والمستقبل لقد تأكد لكل زي بصيرة أن الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها فرض عين وضرورة حياة لمستقبل الشعوب ومقدراتها فلا يستخدم أبدا أن تظل أمال شعوبنا رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية التي تفاقم من الاترابات وتصيب جهود التسوية الأزمات بالجمود إن الاعتماد على جهودنا المشتركة وقدراتنا الذاتية والتكامل فيما بيننا لسياغة حلول حاسمة لقضيانا أصبح واجبا ومسئولية كما أن تطبيق مفهوم العمل العربي المشترك يتعين أن يمتد أيضا للتعامل مع الأزمات العالمية وتنسيق عملنا لإصلاح منظومة الحكمة الاقتصادية العالمية وفي القلب منها مؤسسات التمويل وبنوك التنمية الدولية التي ينبغي أن تكون أكثر استجابة لتحديات العالم النامي أخزم في الاعتبار أن حالة الاستقطاب الدولي أصبحت تهدد منظومة العالمة التي كان العالم يحتفي بها وتستدعي للواجهة سراعا لفرض الإرادات وتكريس المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي أصحاب الجلالة والفخامة والسمو لقد تابعنا بالحزن والألم تصعد حدث بعض الأزمات العربية خلال الفترة المادية لا سيما ما ينتج عن أعمال التصعيد غير المسؤولة من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وآخرها ما شاهده قطاع غزة وبينما تؤكد مصر استمرار جهودها لتذبيت التهديئة إلا أننا نحذر من أن استمرار إدارة الصراع عسكرياً وأمنياً سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء ولعله من الملائم أن نعيد اليوم تأكيد تمسكنا بالخيار الاستراتيجي بتحقيق السلام الشامل والعادل من خلال مبادرة السلام العربية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرطية واشتعلت كذلك أزمة جديدة في السودان الشقيق تنزل إذا لم نتعاون في احتوائها بصراع طويل وتبعات كارثية على السودان والمنطقة كما تستمر الأزمات في ليبيا واليمن بينما بما يفرض تفعيل التحرك العرب المشترك لتسوي تلقى القضايا على نحو أكثر إلحاعاً من أي وقت مدى وفي نفس السياق فإن عود السورية إلى جامعة الدول العربية تعد بمثابة التفعيل العملي للدور العربي وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية استناداً إلى المرجعات الدولية للحل وقرار مجلس الأمن رقم 2254 أصحاب الجلالة والفخامة والسمو مع إدراكين أن الأمن القوام العربية هو كل لا يتجزأ فقد حان الوقت لأخذ زمام المبادرة للإحفاظ عليه بما في ذلك من خلال الخطوات المهمة التي بادرت بها دولنا في الفترة الماضية لضبط إيقاع العلاقات مع الأطراف الإقليمية غير العربية التي نتطلع منها لخطوات مماثلة وصدقة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ختاماً وأكد أن مصر بما اهتموه عنها على الدوام ستدعم بكل الصدق والإخلاص جميع الجهود الحقيقية لتفعيل الدور العربي إيماناً منها بأن المقاربات العربية المشتركة هي الوسيلة المسلى لمرعاة مصالحنا وتوفير الحماية الجماعية لشعوبنا ودفع مسيرة التنمية خطوات كبيرة للأمام شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته